بس عند لن نطرد أحد يعني طبعا ده مهم جدا بالنسبة للمستأجرين بالنسبة للملاك لما يسمعوا ده بقى بيقولك الله طب وانا ما هي دي مشكلتي ان هناك عقد أبدي وانا هي دي لب المشكلة انت لما بتقول لن اطرد أحد طبعا انا فهم المعنى الامني والسلمي والمعنى الاجتماعي كل ده بس المالك بيقولك انا بقى لي سنين عقود من الزمن مش عارف اخد شقتي ومش عارف اخد منها ايجار جيد فاذا كنت انت حتنهي عقود بعد خمس سنين للتجاري فانت يعني مش هتوازن بين الاتنين ده ازاي شوفي المالك احنا قلنا كلام كتير اولا التحرك ده لصالح مين خلي بالك ايا كان هو ايه التحرك ده لصالح مين لصالح المالك ولا المستأجر يعني هو لازم يكون لصالح الاتنين بصراحة هو بس اساسا لصالح المالك لان المستأجر سعيد بالوضع اللي هو فيه ده برضو عليك هو 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 نظريا يعني بشكله بدون ان انت تخش في في عمق الموضوع قد يبدو من من الخارج كده ان هو الصالح اه اه الخطوة دي صالح المالك وبالفعل المالك قاعد عقود محدش بيقرب له محدش بيفكر في 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 حقه فالخطوة دي من الاطار الخارجي هي الصالح المالك المالك احنا قلنا له رسالة قبل كده هذا الملف بأي حلم الاحوال لن يكون الا من خلال تدرج ولن يكون الا من خلال مبدأ ما لا يدرك كله وانا قلتها لك قبل كده لا يدرك كله اه فبالتالي انا عندي النهاردة المالك عنده اصبح عنده مكتسب بكرة الصبح هيكتسبه ممثلا في الشخصيات الاعتبارية تغيير اجرة زائد تدرج في رفع رسوم هذه الاجرة زائد تحرير علاقة بعد خمس سنين يبقى هنا فيه مكتسب اكتسبه نيجي للسكني والطبيئة عندي احكام محكمة دستورية صدرة بترتب حقوق معينة للامتداد لابد ان هي ينظر لها ولابد ان هي تحترم والقانون يفصل بعض المسائل فيها عندي شواء فاضية الشواء الفاضية دي لازم طبعا هنديها بنصوص لا تقبل اللبس او التأويل للمالك فده مكتسب برضو له فلانا عايز انا بس مخلي بالي على ايه والمالك يعني كثير من الملاك الحقيقة اللي هم عندهم توازن في هذه العلاقة معنا واحنا اتكلمنا ما انا خلي بالي على الارمالة يا شهد زلمين لقعدة في مكاني انا خلي بالي على المواصل النهاردة يعني يا فرحتي طلعت تشريع عمل مشكلة اجتماعية انا عايزين حاجة تحقق العدالة بين الاتنين لانك لو قلت انا خايف على الارمالة هنا هايقولك طب ما فيه ارمالة هناك يعني فيه برضو ارمالة على الجانب الاخر يعني الارمالة على الجانب الاخر محتاجة برضو توازن بين الجانبين حافظ على حقوق ده وحقوق المال يعني لازم بيقى فيها ميزان كده من دهب الحقيقة عشان كده الميزان ده متحقق في ايه متحقق في تغيير زي ما قلت لك الشخصيات الاعتبارية تغيير الاجرة التطور في رسم الاجرة فيما يخص الحالات التانية يعني كل دي هتؤخف الاطرار وان شاء الله نصل لمرحلة من التراضي بين كافة الاطرار السؤالي خطوتكو الجاية عندوكو اجتماعي يعني ازاي بقى هتبتدوا الخطوات القادمة يعني احنا بنجمع طبعا كل ما تقدم خلال الفترة اللي فاتت من مقترحات او من نسودات لمشروعات قوانين اتقدمت من الملاكة اتقدمت من مستأجرين اتقدمت من مؤسسات من اي تشوفي الداة كلها بتتجمع او الاجتماع هيكون في وزارة العدل وخلي بالحضر ايه دايما احنا يعني عشان برضو الناس تبقى معانا في المسألة دي احنا القوانين انا بأكد بتجينا والناس تجينا المرة دي احنا النواب اللي رايحين للحكومة رايحين لوزارة العدل نقعد عندهم نتكلم معاهم عشان نحقق المصلحة لكافة تطرف فاول اجتماع يوم السبت ان شاء الله هنتبع هذه الملفات وربنا يطر حاله هو مراته ونحاول يكون عندنا حوار مجتمعي نسمع وجات نظر نسمع المشاريع القوانين المختلفة او الافكار المختلفة والناقش عشان الناس برضو تبقى معانا انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب موانس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في البرلمان اشتركوا في القناة